إحاطة موجزة لأهم الأنباء نقدمها لكم مشاهدنا الكرام مساء الخير البداية بالشان الميداني حيث أحبطت غرفة عمليات الفتح المبين محاولة تسلل لمجموعة من عصابات الأسد على محور عين عيسى في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي حيث تمكن المرابطون من تحقيق إصابات في صفوف عناصر المجموعة المتسللة عبر استهدافهم بقذائف الهاوني والرشاشات الثقيلة قبل أن يلوذ المتسللون بالفرار قصفت ميليشيات الأسد المتمركزة في معسكر جوريم بقذائف المدفعية بلدة الزيارة وقرى العنقاوي والقاهرة في سهل الغاب بريف حمات الغربي كما استهدفت الميليشيات محيط بلدة معارة النعسان ومزارع الأربيخ شمال شرق إدلب بقذائف الهاوني والرشاشات الثقيلة دون تسجيل أي إصابات بشرية في صفوف الأهالي توفي الطفلتان حرقا في مدينة منبج بريف حلب الشرقي إثر اندلاع حريق في منزلهم ناتج عن خطأ في استعمال المدفعة وعملت فرق الدفاع المدني على إدفاء الحريق وتأمين المكان وفي سياق متصل اندلع حريق في مخيم باب السلام الحدودي بريف حلب الشمالي ما أدى لاحتراق ثلاث خيام للنازحين في خبرنا الأخير أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد خمسة عناصر من ميليشيا قسد بعد إحباط محاولة تسلل فاشلة لعناصرها باتجاه منطقة نبع السلام شمال شرق سوريا كما استهدفت المدفعية التركية مواقع للميليشيا في قرى الشيخ عيسى وبين يونيا وعين دقنا شمال حلب وقرية الفاطسة بريف عين عيسى شمال الرقة ختام هذه الإحاطة نترككم في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر